انهيار التعليم انهيار الامة موريشيوس هي دولة افريقية صغيرة توفر التعليم مجانا حتى نهاية المرحلة الجامعية يشمل ذلك نقل الطلاب من منازلهم الى مدارسهم على حساب الدولة في موريشيوس التعليم خدمة تقدمها الدولة مجانا للمواطن وليس سلعة للبيع موريشيوس توفر العلاج والرعاية الصحية مجانا لجميع مواطنيها ويشمل ذلك حتى جراحات القلب ذات التكالف الباهظة ولا توجد تجارة في صحة المواطنين اما عن ملكية المساكن فهل تعلم ان تسعين بالمئة من مواطني موريشيوس يسكنون في منازل مملوكة لهم ولا اسر مشردة او عائلة تشكو من ارتفاع اسحار الاراضي ومواد البناء دخل الفرد في موريشيوس قد وصل الى تسعة عشر الف وستمائة دولار ولم يتفاخروا بانهم الاعلى دخلا في افريقيا جمهورية موريشيوس اغنى دولة افريقية رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية لا نفط ولا معادن وانما تعتمد على الانسان ثم الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية بعد تصنيعها والسياحة مورد دخل استثنائي لهذه الدولة الانفاق العسكري يأتي في هامش الميزانية والصرف الفعلي على الصحة والتعليم والخدمات احد الاساتذة الجامعيين كتب لطلابه في مرحلة الدكتوراه والماستير والبكالوريوس رسالة معبرة وضعها على مدخل الكلية في الجامعة بجنوب افريقيا هذا نصها تدمير اي امة لا يحتاج الى قنابل نووية او صواريخ بعيدة المدى ولكن يحتاج الى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلب بالغش فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش ونخسر الاموال على يد محاسب نجح بالغش ويضيع العدل على يد قاض نجح بالغش ويتفش الجهل في عقول الابناء على يد معلم نجح بالغش ان انهيار التعليم هو انهيار الامة اشتركوا في القناة